موسيقى طيب خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي بتتعلق بالنادي الأهلي النهاردة اللجنة الأولمبية اعتمدت فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بشكل رسمي خلاص فبالتالي أصبح مجلس إدارة النادي الأهلي مكتمل تماما بعد الجامعية العمومية الأجريت من شهر تقريبا أو شهر ونص كده قبل دلوقتي والنهاردة كان قرار اللجنة الأولمبية باعتمد فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي بالتسكية زي ما حرقكم شايفين القرار كده قدامكم على الشاشة لحصوله على أكثر من 25% من عدد الأصوات الصحيحة وأصدرت اللجنة الأولمبية قرارا اليوم بهذا الشأن كده مجلس إدارة النادي الأهلي مكون من الكابت المحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة حسام غالي عضو مجلس إدارة محمد سراج الدين عضو طارق أنديل عضو الغزاوي محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة محمد شوقي عضو مجلس إدارة مهند مجدي عضو مجلس إدارة وتحت السن كل من محمد جمال الجرحي عضو مجلس إدارة وما يعاطف أيضا تحت السن في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي أتمنى لهم يا رب كل التوفيق المهمة تبقى صعبة وشقة جدا جدا لكن هم أدهوا إن شاء الله دايما يكونوا على قد تموح جمهير وأعضاء الداد الأهلي في كل مكان. ده فيما يتعلق بالقرار